نظر حرب مدمرة تلوح في الأفق تطلقها كييف وموسكو بوتيرة متصاعدة عبر حشود وتعزيزات عسكرية شرق أوكرانيا التي تشهد توترا حادا بين البلدين الرئيس الأوكراني شدد خلال زيارته لقواته على خطوط التماس مع الانفصاليين المدعومين من روسيا في إقليم دومباس أن جيش بلاده لن يقف مكتوف الأيدي حيال خروقات المتمردين للهدنة واستهدافهم للجنود الأوكرانيين بل سيرد بقوة وحزم هناك تدهور للوضع في دومباس وفي الواقع نراه جميعا كل من المقاتلين والقائد العام وجميع القادة يفهمون أن القناصين يستهدفون رجالنا عندما يصاب مقاتلون ويقع قتله يفهم الجميع أن الجيش سيرد هناك 26 قتيلا منذ بداية العام والجيش يبذل قصار جهده لحماية دولتنا والحفاظ على نظام وقف إطلاق النار في المقابل تستمر روسيا بنشر قواتها بشكل كبير على الحدود متجاهلة النداءات الأوروبية والأمريكية لتهدئة التوترات وخفض تعزيز قواتها حيث أكد الكريملين على حق موسكو في نشر قواتها العسكرية وتحريكها بالطريقة التي تراها ضمن أراضيها كما أطلق مسؤولون روس تهديدات متدخل بلادهم لحماية الانفصاليين في دومبيس في حال شنت أوكرانيا هجوما واسعا ضدهم التهديدات الروسية تقابلها تعزيزات عسكرية أمريكية وصلت إلى كييف منذ أيام وإعلان مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية أن بلاده تدرس إرسال سفن حربية إلى البحر الأسود في الأسابيع المقبلة لإظهار دعمها لأوكرانيا مقابل الوجود العسكري المتزايد على حدودها الشرقية وإبداء المتحدثات باسم البيت الأبيض عن قلق واشنطن من حشد القوات الروسية على الحدود الأوكرانية للاعتداءات الروسية الأخيرة في شرق أوكرانيا بما في ذلك تحركات القوات الروسية على الحدود الأوكرانية ولدى روسيا الآن عدد أكبر من القوات على الحدود مع أوكرانيا أكثر من أي وقت مضى منذ عام 2014 وقد قتل خمسة جنود أوكرانيين هذا الأسبوع وحده هذه كلها علامات مقلقة للغاية دعم غربي لكييف في مواجهة الانتهاكات الروسية في شبه جزيرة القرم وشرق أوكرانيا أكده موقف تسع عشرة دولة دانة التجاوزات الروسية وتلميح حلف شمال الأطلسي بالوقوف إلى جانب أوكرانيا في مواجهة الاعتداءات الروسية جميعها مؤشرات تفضي إلى مزيد من التصعيد والتوترات المؤدية إلى حرب في المنطقة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة